ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وإن الله عز وجل لما أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام ما أرسلهم إلا ليدعو الناس إلى عبادة الله تبارك وتعالى وينهو الناس عن الشرك بالله عز وجل وما أنزل الله عز وجل الكتب إلا لدعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإفراد الله عز وجل بالعبادة قال الله تبارك وتعالى ألف لام مي مرأ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله وقال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فمنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو الدعوة إلى التوحيد توحيد العبادة وإفراد الله عز وجل بالعبادة لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا قومه إلى التوحيد قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قام أبو لهب عليه لعنة الله فقال تبا لك يا محمد أليهذا جمعتنا وكان المشركون يفهمون ماذا يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله جل وعلا وهم كانوا قوم متفرقون في العبادة يعني المشركين الذين مضوا كانوا متفرقين في العبادة منهم من كان يعبد الأنبياء ومنهم من كان يعبد الملائكة ومنهم من كان يعبد الجن ومنهم من كان يعبد الأولياء ومنهم من كان يعبد النجوم إلى غيرها من الآلهة بالباطل فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتركوا معبوداتهم وأن يتوجهوا بالعبادة لله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة هذا هو دين الله عز وجل الذي أنزله من السماء أنزله على النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الناس إلى ترك الشرك بالله تبارك وتعالى قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمة بالمشركين وحتى يعبد فئام من أمة الأوثان الشرك الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم الآن موجود ومنتشر في هذه البلاد وفي غيرها فلذلك أهل السنة والجماعة هم الذين يدعون إلى توحيد الله عز وجل وينهون عن الشرك بالله تبارك وتعالى ويذول قال ليه كلام غير الكلام دهول مجرم ودجال بس ما عنده أي موضوع من أهل السنة والجماعة تدعو للتوحيد ما بتدعو للتوحيد ليست لك علاقة بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام لأن ربنا عز وجل ما أرسل الرسول عشان يكلم الناس زي الشغل الشغالين جماعة صار السنة الله ما أرسل الرسول عشان يتكلم للناس عن موانع الحمل ولا أرسل الرسول عشان يتكلم للناس عن الأمور التي يتكلم عنها الدكاترة الآن ربنا عز وجل ما أرسل الرسول بالموضوع ده ربنا تبارك وتعالى قال إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولما بعث معاذ إلى اليمن قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحد الله فإنهم أجابوك لذلك أجابوك للتوحيد ووحدوا الله عز وجل وكفروا بما يعبت من دون الله تبارك وتعالى قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة ما في توحيد ما في كلام في الصلاة لأنه الآن في شلة بتاع الجماعات لا ففي الساحة أنصار سنة إخوان مسلمين بالكل الجناحات شعبيين وطنيين وغيرهم داعش ما عارف جماعة التبليغ كل هذه الجماعات نختلف معهم في أصل الدين وهو التوحيد والدعوة إلى التوحيد أما الصوفية هم دين الناس الشرك ذاته المفروض الزمن دا أي يزول رافع لواء أو يزعم أنه يرفع لواء أهل السنة والجماعة وجب عليه أن ينكر على هؤلاء وأن ينكر على أهل الشرك بالله عز وجل وأن ينكر على أهل البدع الذين ابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فهذا هو المنهج الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح فهو الذي ينجو بإذن الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والإئتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف قال وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف فلذلك في هذه البلاد الآن من كل أو معظم المجتمع عنده عقائد باطلة شركية كفرية لم ينزل لم ينزل لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان العنده عقيدة في البرعي والعنده عقيدة في الكباش والعنده عقيدة في الصاهم ديمة والعنده عقيدة في الصابونابي والعنده عقيدة في الركيني وفي والدلميرين وفي شيخ اللامين وغيرهم من الطواغيط التي تعبت من دون الله عز وجل الناس كتان عندهم حقيقة في الموضوع ده بل ما تمش حتى إلا وتلقى كفر وشرك بالله عز وجل جاب الصوفية ويساندهم على ذلك مجموعة الإخوان المسلمين كيزان شعبينا اللي اتنين كلهم يساندون هؤلاء في دعوتهم إلى الشرك بالله عز وجل ويتعامل فيها من أهل السنة والجماعة ولابد لامتين اتا لمتين أهل السنة والجماعة قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال أما إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الرد عليه علانية برة أو أتقول لي أنا تحتهد ما أتكلم في البرعي البرعي ما ينفع ولا يضر لكن لما نجل الناس وما دار نفرهم ودائرهم براحة براحة ما بتكلم ليه عن الموضوع ده قال ليه تنكر عليه علانية الآن لزيرك الصوفي يتكلم عن الشرك ويدعو إلى عبادة غير الله عز وجل ولا خجلان ما خجلان منك التبيه ديقين ولا بدون ديقين ما بيخجل تسجد للشيخ ما خجلان ولا داسية انت زول صاحب حق ودائر تمرق الناس يحبضوا الله عز وجل تدسة ما في زول ينتمي إلى منهجه للسنة والجماعة وتلقاهم مدسي العلمة ديقين كان كلام برا برا ما عندهم كلام بيدسه وكلام بيدسه ما فيه في الدين ربنا تبارك وتعالى قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا ربنا تبارك وتعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أني عن المنكر والأمر بالمعروف يكون بدس يكون بدس جماعات الآن شغال في أمور لا يختلف فيها الصوفي مع الشيعي مع غيره ما بيختلف فيها فرايض الوضو فرايض الصلاة فرايض الغسل ده دين لكن أساس الدين وأساس الإسلام هو التوحيد توحيد الله تبارك وتعالى رسل عليهم الصلاة والسلام رسل أفضل الخلق عليهم الصلاة والسلام كانوا يدعو للتوحيد ربنا عز وجل قال وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط رسل وغيره شعيب وصالح ونوع عليه السلام وكل الأنبياء دي كانت دعوتهم تمام نواصل بعض الصلاة إن شاء الله يواصل الشيخ مزميل أو الشيخ أو بكر أداب يضاكم الله خير السلام عليكم ورحمة من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا